والآن مشاهدين الكرام نتحول إلى جولة مع مراسلين وانضم إلينا الآن عبر الهواء مباشرة الزميل محمد أبو عيطة والزميلة سارية ياسين بداية صباح الخير عليكم وأهلا بكم في هذه الجولة أبدأ مع الزميل محمد أبو عيطة والحديث الآن عن تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية للموطنين خلال شهر رمضان المبارك وبالتأكيد هناك الكثير من التفاصيل إذن نتوجه إلى الزميل محمد أبو عيطة مراسل أكسترانيوز لطلعنا على المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر إليك محمد نعم بالفعل مبدأيا دعاء هي المرة الثانية التي يتم صرف فيها السلع التموينية خلال شهر رمضان بدأت المرة الأولى مع بداية أول أسبوع وثاني أسبوع من شهر إبريل والآن يحل نهاية رمضان تترافق مع بداية مايو وبالتالي فهي الفرصة الثانية التي يستطيع من خلالها المواطن المستحق للدعم في هذه الحالة أن يتلقى الدعم من جديد خلال نفس الشهر خلال نفس شهر رمضان الذي كما تعلمين تزداد فيه الاستهلاك ويزداد الطلب على المواد الغذائية بشكل محدد بدأت وزارة التموين في خلال إجازة هذه الأيام ليست هناك إجازة لعديد من القطاعات والشركات الخاصة بها وذلك تيسيرا عن المواطنين لصرف بدل الخبز وأيضا صرف إجمالي مستحقات المواطنين على البطاقات التموينية وعددها 28 صنفا من أصناف المواد الغذائية وبالتالي فإن حوالي 30 ألف من المنافذ وبقالين التموين المتشرين على مستوى إنحاء الجمهورية يبقون على استعداد دائم في هذه الأثناء لتسليم المواطنين كامل مستحقاتهم التموينية هذا بالإضافة إلى حوالي 6 ألاف منفذ لجمعياتي وأكثر من ألف منفذ آخر تتعلق بالمجمعات الاستهلاكية لدي الآن ضيف هو الأستاذ خالد فكري وهو رئيس القطاع المالي بوحدة من الشركات الكبرى التابعة لوزارة التموين هي شركة تجارة الجملة وهي المعنية بهذه الخدمة خدمة توصيل وصرف المواد الغذائية للمواطنين برحب حكي أستاذ خالد حكي تضينا بعض التفاصيل يا فندم عن قيمكم الآن بالعمل خلال هذه الأجازة للحفاظ على صرف المقررات التموينية للمواطنين هو بالفعل إحنا سعدتك إحنا بدأنا من قبل حضرتك ما قلت في شهر إبريل من قبل دخول رمضان بحوالي 21 يوم كنا مجهزين كل السلع السلع المنظمة هي 28 صنف بالكامل متوفرين وبدأنا في شهر 4 بالصرف ودي تاني مرة في شهر الرمضان بيتم فيها الصرف ومفيش أزمة في أي نوع من أنواع السلع السلع كلها متوفرة بكميات كبيرة وإحنا تبع شركة القابضة للسلعات الغذائية تبع للبزارة التموينية والدجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية كلها واجه إبلي وواجه بحري والآن يعني بيستطيع المواطن أنه حتى في أثناء يام الأجازة الآن أن يتوجه إلى المنفذ الخاص به أو أقرب منفذ إليه ليتسلم المقررات التموينية الخاصة به تمام ساعتك إحنا ما عندناش أجازات إحنا الأجازات برفقه من عندنا اللي بنعمل على مدار اليوم بالكامل الموعيد الجديدة عشان شهر رمضان والفضار بتبدأ من الساعة 9 على حد الساعة 4 في جميع المنافذ بتاعة الشركات التابعة أيضا الآن يستطيع المواطن أن يصرف بدل الخبز كل المقررات التموينية اللازمة إذا سواء كانت نقاط خبز أو المنظومة التموينية للأصناف كلها بالـ 28 صنف متوفرة وبيصرفها في أي وقت هل هناك إقبال من المواطنين يعني حسب الإحصائيات اللي قتت لحضراتكم على صرف المقررات التموينية بشكل كامل خلال شهر رمضان ساعتك لو حضرت كنت صورت بره كنت هتشوف إقبال التجار المواطنين على الصرف ده بالإضافة لباقي فروع التجزئة اللي برضو منتشر على مستوى الجمهورية كله شكرك شكرا جزيلا نسوس خالد وأيضا يعني لاستكمال الصورة دعاء لديه أيضا ضيف من وزارة التموين ولكنه يتبع واحد أيضا من أهم القطاعات وهو قطاع الرقابة على المقررات التموينية وقطاع الرقابة على تسليم وإدارة كافة العملية الخاصة حتى يصل المقرر التمويني كملا إلى المواطن وهو الأستاذ موحي إسماعيل برحب بحرية كيفان سلام بك يا فندم عندما تأتون كحملات رقابية على المنافذ الخاصة بصرف السلعة التموينية سواء جمعياتي أو سواء منافذ خاصة بالبقالين التموينيين أو المجامعات الاستهلاكية يعني في الحالة دي حضراتكم بتتأكدوا من إيه بالزبط أو بتدوروا على إيه أو بتتأكدوا إن إيه شغل كويس أو مش شغل كويس إحنا بنونا على تكلفات معالي الدكتور الوزير وتعليمات الوصد صلاة حسن والوصد زهر غريب وكلم مدرية إن التواجد يكون لضمان حصول المواطن على مستحقاته من السلعة التموينية بسهولة ويسر فإحنا عندنا الحملات مستمرة في الشارع للتأكد من حصول المواطن على السلعة اللي يحتاجها بسعرها المحدد ففي متابعة مستمرة وإحنا متوجدين في أيام الأجازات وبنعمل في الشارع وكل العمل يتم بسهولة ويصل للمواطنين كلها فما فيش مشكلة في أي حاجة وعندنا غرفة عمليات في المدرية لتلقي أي شكاوي أو أي عجز في أي سلعة بتحرك على الفور لسبب المشكلة وحلها في الحالة دي بتوصل مع حضركم البقال أو اللي بيقوم بالصرف ولكن أيضاً يستطيع المواطن أنه يتوجه لحرككم بالطلب يتوجه المواطن بالطلب شخصياً أو عبر الهاتف وبالتالي حضركم في هذه الحالة إيه الإجراءات اللي ممكن تتخذوها ضد البقال أو ضد من يثبت أنه بيتلاعب بهذه السلعة عندنا الحملات مستمرة في الشارع فبالتالي الحملة بتتوجه للمكان اللي فيه المخالفة لرصد المخالفة وتحرير المخالفة بها فما فيه متابعة مستمرة لتواجد المواطنين في الشارع وحصولهم على السلعة بتاعتهم فما بندناش أي مشكلة بإذن الله ولا حتى الآن نمنشط أي شكاو هل كان هناك أي نقص في أي من أنواع السلعة؟ لا ما فيش أي نقص في أي سلعة من السلعة السلعة كلها متوفرة سواء كان في فروع الجملة أو فروع التجزئة كل السلعة متوفرة وكلها موجودة والمواطن بحصل على السلعة التي يحتاجها شكراً جزيلاً لأستاذ موحي إسماعيل واحد من المسؤولين عن الرقابة التموينية هنا في مدرية تموين الجيزة وكما استمعنا دعاء فإن عملية الصرف المقرارات التموينية تستمر في خلال هذين الأسبوعين وقبل حلول عيد الأطحى ومع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم هي بالفعل الفرصة الثانية للمواطن في هذه الحالة التي يصرف مقرارات التموينية خلال شهر واحد هي خلال شهر رمضان المبارك هذه المقرارات التموينية بالإضافة أيضاً إلى مقرارات السلعة أو فارق نقاط الخوبز تتكلف عبئاً على الموازنة العامة للدولة حسب بيانات موازنة عشرين 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 واحد وعشرين ما يقترب من أربعة وثمانين ونصف مليار جنيه نعم بالتأكيد محمد هناك الكثير من الجهد سواء في شهر رمضان المبارك أو استعدادنا للعيد الفطر وأيضاً يعني على مدار العام دائماً يكون هناك الكثير من المجهودات محمد أبو عيت جزيل الشكر لك